أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أول شيء بحييكم في اسم الرب يسوع المسيح وبصلي اليوم سلام ونعمة في حياتك والرب يعطيك أنك تمتلئ من حضور الله وتمتلئ أيضاً من شخصه المبارك يعطيك النعمة والقوة أنك تواصل مسيرتك في هذه الحياة أنا عارف أنه في تحديات كثيرة وفي مواجهات كثيرة ولكن نحن مدعوون أنه فعلاً نعيش كما مكتوب العنوان فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح وهذه الآية مأخودة من رسالة بولوس الرسول إلى أهل فليبي لصحاح الأول آية 27 فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح وبحب الآية أيضاً في إصحاح 2 مكتوب لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المصرة افعلوا كل شيء بلا دمدمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم يعني نضيء في وسط هذا الجيل المعوج كأنوار في هذا العالم ونفعل كل شيء طبعاً بدون تذمر بدون دمدمة بدون مجادلة نتكل بالكامل على نعمة الرب العهد الجديد طبعاً بيشجعنا أنه الخطوة الأولى هي الخلاص أن نؤمن بالرب يسوع المسيح عندها ننتقل من الظلمة إلى النور ومن الموت إلى الحياة والله بيعطينا الخلاص الكامل والحياة الأبدية وضمان الحياة لكن الروح القدس بيسكن فينا وبكون الملازم حتى يساعدنا أن نكمل مسيرة غربتنا على الأرض طبعاً بنعمة بسلام بقوة الروح القدس صعب أنه نسلك في وسط هذا الجيل بقوتنا الزاتية رح نفشل والمسيح طبعاً اتكلم في العزة على الجبل قال أنتم ملح الأرض إن فسد الملح فبماذا يملح ثم قال يسوع أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل فالسؤال إن فسد الملح فبماذا يملح وإن كان النور فيك ظلاماً فالظلام كم يكون فنحن يعني مدعوون أن نكون أنوار نضيء في هذا العالم الشرير المعوج الملتوي حتى نظهر رسالة الحق ونعلن رسالة النور من خلال يسوع المسيح لكن هم يتكلم عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح فإذا ما هو إنجيل المسيح؟ إنه إنجيل الخلاص إنجيل الأخبار المفرحة يقول عنه الكتاب أنه إنجيل الله يعني هذا الإنجيل جاء من أعلى مصدر مصدر إلهي فمصدر إلهي بشان هيك مطالب الله أن نعيش من خلال كلمته أو من خلال مطالبه في الكتاب المقدس وطبعاً أعظم وأجمل مثال إلنا نعيش هو العزة على الجبل نطبق تعليم المسيح على حياتنا مرة تانية بقوتنا الذاتية الشخصية صعب أن نطبق هذه التعليم ولكن نحتاج أن نكون مولدون ولادة روحية من فوق عمل الروح القدس في حياتنا حتى نعيش في هذا المجتمع نحن مطالبون أن نعيش بشهادة حسنة كنور في هذا العالم ملح للأرض وأن نضيء في هذا الجيل أيضاً نعكس فيها رسالة وصفات وطبيعة الرب يسوع المسيح نعيش في بيوتنا في حياتنا الذاتية لمجد الرب في بيوتنا تعكس حضور الرب نعيش في مجتمعاتنا كأناس فعلاً اختبروا محبة الله واختبروا حضور الله وهذا الحضور ينعكس على الآخرين هذا الإنجيل هو إنجيل الخلاص هذا الإنجيل هو إنجيل الإيمان نسلك بالإيمان ونعيش بالإيمان هذا الإنجيل هو إنجيل السلام فإحنا منعيش في سلام مع الآخرين بسبب عمل المسيح في حياتنا لكن برضو شيء أخير عاوز أقول إنه نعيش فقط لإنجيل المسيح يقول الرسول بولوس هو عبارة كانت عن صلاة لكنيسة كولوسي قال لكي تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي باستمر قائلا لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله فنحن نعيش بهذا الإنجيل وبقوة هذا الإنجيل حتى نكون شهادة حية لهذا المجتمع في شهادتنا في سلوكنا في ثمرنا لأن الكتاب واضح يقول من ثمرهم تعرفونهم فإذن لا مجال للمسيح أن يدعي أنه مسيحي وهو يكره أو لا يحب لا مجال للمسيح أن يكون عايش بعدم استقامة أو بعدم الأمانة لا مجال للمسيح أن يكون عايش دائما مهزوم يسلك في الجسد عايش في حياة مستنقع من الوحل من الخطيئة فنحن نحتاج أن نرفع عيوننا حتى ننال الخلاص وننطلق بقوة حضور الله في حياتنا حتى نعيش كما يحق الإنجيل المسيح وأنا بصلي فعلا إذا الكنيسة عاشت كما يحق الإنجيل المسيح العالم بتغير ألم يقل يسوع المسيح بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض يا أولادي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق فإذن إنجيل المسيح هو إنجيل السلام إنجيل المحبة إنجيل حضور قوة الله في حياتنا للخلاص هو إنجيل الذي يخلصنا من كل خطية ماضر حاضر ومستقبل ويعطينا أن نعيش حياة يسوع المسيح ونطلب ما فوق وحياتنا تكون مستترة في المسيح يسوع بصلي إنها الرسالة لمستك وأكيد كل واحد مننا بيفشل في هذا الوصول لكن أسرع طريق إنك تقول ارحمني يا رب أنا الخاطئ املأني من روحك القدوس وساعدني أعيش وأسلك وأكون مثمر لمجد اسمك إذا الرب لمسك في هذه الرسالة شاركها مع الآخرين واعمل لايك لأنه منحب نسمع منك والرب يكون معك